قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن أكثر من ستة ملايين لاجئ مسجلون لدى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا يعانون من أشتات واللجوء نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قصراً ابن نكبة عام 1948 وتشير سجلات وكالة الغوث إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها حوالي خمسة وتسعة من عشر مليون لاجئ فلسطينية منهم نحو 2.5 مليون في الدفة الغربية وقطاع غزة يشكلون حوالي 42% من اللاجئين الفلسطينيين